خلينا بقى في ألعيب شيحة بتاعت النظام سببت التصالح بعد التصالح الحكومة لاغت عقود البيع خالص واشترتت موافقة الشر العقاري أو هتقطع عنك المرافق وقف الترخيص للمتصالحين لحين تسجيل العقار بالشر العقاري خطة الوصول لجيب المواطن خلينا أخذ الخبر الأول التنمية المحلية بتقولك الحكومة لن تعترف بالمباني المخالفة بعد التصالح يا سنة سوخة ما احنا تصالحنا يا أولادي ودفعنا فلوس الله التصالح وسيتم اتخاذ إجراءات بيقولك هو سيتم اتخاذ إجراءات أبص بص أكد مصدر بوزارة التنمية إن أي عقار مخالف ولا بينتصم التصالح بشأن سواء قبل 2008 أو بعدها لن يكون المالك يقدر يبيع أو يأجر ولن يعتد بأي بناء مخالف وقال لن يكون هناك عقار غير مسجل وإن كل عقار سيكون له بطاقة بها كل بياناته من الرخصة والإحالة الإنشائية والرسم الهندسي والارتفاع وعادل وحدات ده كلام جميل جداً حال وقاوي طب اتصالحت وظهر عظيم الكلام ده بتعمل في كل دولة في العالم حتى هنا في تركيا جميل طب اتصالحت يا معلم تمام؟ لا مش تمام ليه؟ من اتصالحت؟ إيه سيدي؟ خش على السبوبة الجديدة وقف الترخيص للمتصالحين لمين يا أولاد؟ للمتصالحين في المخالفات لحين تسجيل العقار بشأن العقاري تعديلات قانون الشهر العقاري تلزم الملاك بتسجيل العقار والتطبيق أربعة مارس كلام جميل برضو حلو يا حج محمد ناصر حلو طيب تعرف بقى على قيمة رسوم تسجيل وحدتك السكنية بالشهر العقاري وفقاً للتعديلات الجديدة طلع لي يا معلم كده ايه بقى القيمة بتاعت الرسوم اطلع زج شوية الفوج شهر العقاري ده تبعش وظهر العدل زج كمان كمان حاسب تبدأ مصلحة الشهر العقاري في تسعة ستة مارس تطبيق قانون الشهر خلي بالك ثمانية مارس عيد المرأة العالمية ستة مارس تطبيق قانون تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد بعد إضافة عدد من التعديلات عليه ومفقة مجلس النواب وانتهاء الحكومة خلصونا وحدد التعديلات عدد من الرسوم اللي واجب دافعها أثناء التسجيل بالشهر العقاري وفقاً لوزارة العادي أولها رسوم تسجيل وحدات السكنية بالشهر العقاري تقدر بـ 500 جنيه حتى 100 متر مربع يعني البيت أو العقار اللي مساحته 100 متر بـ 500 جنيه الرسم رسم المساحة وقدره 125 جنيه 1000 جنيه حتى مسطح 200 شاملة رسم المساحة وقدره 175 جنيه 1500 جنيه حتى مسطح 300 متر فيها رسم المساحة وقدره 225 جنيه 2000 جنيه المسطح اللي زيد عن 300 وحول قيمة الرسوم المتعلقة بالأرض الزراعية والأرض الصحراوية والأرض البور خالد كاردون المباني وما فيها بحكمها فقد تحددت بـ 500 جنيه حتى خمس أردنا كلام جميل جداً ورائع جداً بسيطة بسيطة يا حج محمد إحنا مش هنغلب وروحنا إحنا هنروح نسجل في الشهر العقاري إيه المشكلة يعني 500 جنيه لمية متر لا 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 ما تبقاش غشيب إنت هتروح الشهر العقاري هتقول لهم سلام عليك و هيقولك إيه؟ عليك السلام هتقولهم ونبي عايز نسجل الشجة بتاعتي الملك اللي أنا اشتريتها بفلوسي وما فيش عليها مشاكل هيقول لأخذوا الخبر ده في وشك لزك الخبر بيقول لك الشهر العقاري اشترط شهادة معتمدة من المحافظ بعد موجود مخالفات لتسجيل العقارات يا سنة سوخة ما احنا خلصنا الشهر العقاري قال لك لا ما هو ده بقى فكرة حبل لزوم الخروف بص انت رح تخلص في الشهر العقاري وتدفع لـ 500 جنيه وتعلمية متر يقول لك لا رحت لشهادة معتمدة من المحافظ بعد موجود مخالفات لتسجيل الشهر العقاري والشهادة ببلاش لا يا ده الشهادة متعرفش تمنها كم مش بيعيد كمان يطلع لك مخالفة في الحالة دي ولو طلع لك مخالفة حظر تركيب العدادات الكهربا دون شهادة تثبت عدب وجود مخالفات بالعقار يعني حظرتك هتروح تجيب تروح الشهر العقاري عشان تسجل البنى بتاعك وانت واخد فيدك الخمسمائة اهيف وصررهم صرر في المحافظة الكبيرة دي او في الكيس وتروح عند المحافظة يقول لك لا ده انت تروح هاتلي ورقة من المحافظ تروح للمحافظة تقول لهم ادوني ورقة عشان العقار بتاعي يثبت ان هذا العقار ليس عليه خلفه يطلع يقول لك لا كيف نشند لك على دماغك كيف نشند لك على دماغك كيف تروح تلف با عشان تهي يعني العصل في القصة دي انك انت مخالف وابو مين اللي مش هيطلع عنده مخالفة لما يروح المحافظة يجيب ورقة الشهادة المعتمدة دي وبعدين لو طلع عندك مخالفة ما فيش عدلاتها تتكهرب مش هتكهرب البيت بص الموضوع مش بس كهربة داخلة كل حاجة لا دخل لبالك من القبر ده يوم 4 مارس 95 في العقار خمسة قال لك ايبا من 4 مارس 95 في المينة من العقارات لن تستطيع التوصيل ونقل المرافج الا بعد التسجيل الرسمي لا 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 خد الجاية دي ده بالباجحة كمان ده بيحاول يقنعوك ان الموضوع في مزايا ليك شوف خمس فوائد لتسجيل الشقق بالشارع العقاري بعد الغاء العمل بصحة التوقيع ايه بقى الخمس برده خمس مزايا للمالك عند تسجيل الشقق بالشارع العقاري بعد الغاء العمل بصحة التوقيع شعب التسجيل وحدات بالشارع العقاري ضمانة للمواطنين وزقطت الزيتة والغنوة كلها بجا تشغال على تسجيل وحدات المشكلة انهم مصط الحلب والطحن اللي بيعملوه في الناس لما بيجوا بقى يعوضوا الناس اللي بيوتهم اتشالت بسبب الطرق بيزلوهم يعني على جولة اخوانا في الصعيد ايديهم خفيفة جوي جوي في سرجة الناس باسم التصالح وايديهم تجيلة جوي لما يعوضوا الناس نسمع كده مسنين في سكان شارع ترسة في الهرم بيشتكوا من انهم بيرغموهم على التوقيع لاخلاء منازلهم وهدمها وتعودهم في مساكن اخرى لا تصلح للسكن اسمع نداء لجميع اهالي ترسة عدم التوقيع على اي شيء بدون اي مستند رسمي اللي بيجيلك بدون مستند رسمي اهلا وسهلا ويتفضل يشعر اللي هو ندخو فيه يتفضل مشكور مدام مش معه مستند رسمي يستدعي اي طلب يطلبه منك ما يفعله اللواء تامر امو النجا غريب عندي هنا اللواء تامر امو النجا وكلمني وقال لي حاجة ما يتمقني وانت مش هتتمشي تلاقي مكان كويس وخلا ميند وفي الاخر ابني راح تاني يوم لا ما لايش حاجة لا مكان في اخر الدنيا فاضي الخلاصة يا حضرات ان المصريين وعوا في شلة حرمية بيسلموهم من بعض البعض وكل ما يعدي من قانون يطلع له قانون جديد زي لعبة كده الكنز وكل هدفهم واحد بس ازاي يوصلوا لجيب المواطن المصيبة انه بعد ما تقع او تحصل لك مشكلة لا تقدر الله بسبب برضو شلة الحرمية دي مش هتلاقي لا تعويض ولا يحزنون